بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم بعد ما تكلمنا عن الجزء النظري الخاص بالمعايرة نبدأ اليوم بإذن الله بالجزء الخاص بالمسائل وكالعادة قبل البدء بالمسائل رح نعطي ملاحظات هي الملاحظات هامة وتعتبر مفتاح حل للمسائل فليطقن هي الملاحظات اللي رح أعطيها رح يكون قادر بإذن الله تعالى على حل أي مسألة من مسائل المعايرة مهما كانت صعبة ولكن قبل البدء لازم نبهكم على شغلة يعني يمكن البعض منكم رح يستغرب منها وهي أن مسائل المعايرة على أهميتها هي عبارة عن ثلاثة أسئلة فقط جميع مسائل المعايرة من أولها إلى آخرها هي عبارة عن ثلاثة أسئلة فقط طبعا ربما بعض منكم يعترض أنه لا يا أستاذ نحن شفنا في بعض المسائل سواء في تمرينات الدرس أو في أسئلة الدورات شفنا بعض مسائل المعايرة مكونة من أربع أو حتى خمس طلبات أقول نعم هذا الكلام صحيح ولكن أحيانا يدخل من الجزء النظري بعض الأسئلة في المسائل يعني على سبيل المثال يعطيك أحد أنواع المعايرة ويطلب منك ما هو المشعر المناسب لهذه المعايرة أو ما هو الوسط الناتج عن هذه المعايرة إلى غير ذلك من الأسئلة النظرية التي تكلمت عنها بالتفصيل الممل في الجزء النظري ولكن أنا أتكلم عن الجزء الخاص بالمسائل فجميع مسائل المعايرة من أولها إلى آخرها تدور حول ثلاثة أسئلة فقط السؤال الأول كتابة معادلة المعايرة والسؤال الثاني حساب التركيز أو الحجم والسؤال الثالث حساب الكتلة دوما وأبدا أيما ما شفت مسألة معايرة حط ببالك أن الأسئلة ما راح تطلع عن هي الأسئلة الثلاثة لذلك راح نعطي ملاحظات لكيفية حل كل سؤال من هذه الأسئلة الثلاثة مع تطبيقات حتى تتمكنوا منها بشكل جيد بإذن الله تعالى إذا نبدأ اليوم بالسؤال الأول اللي ممكن يجيك في مسألة المعايرة اللي هو كتابة معادلة المعايرة ركز معي كيف نكتب معادلة المعايرة حقيقة معادلة المعايرة إلها نوعين في عندي معادلة جزائية ومعادلة إيونية فيجيك سؤال بالامتحان يعطيك أحد أنواع المعايرة ويطلب منك إما أكتب المعادلة الجزائية أو أكتب المعادلة الإيونية وأحيانا في بعض الحالات يطلب المعادلتين معا طيب السؤال الآن أنا كيف أكتب المعادلة الجزائية وكيف أكتب المعادلة الإيونية ركزوا معي نبدأ بالحالة الأولى حقيقة لكتابة المعادلة الجزائية دوما استذكروا هاي القاعدة حمض مع أساس يعطي ملح زائد ماء أعود وأكرر حمض مع أساس يعطي ملح زائد ماء ماذا يعني هذا الكلام درسنا في بحث الحموض والأسس أن جميع الحموض تحتوي على الهدروجين وجميع الأسس تحتوي على الهدروكسيد أو أتش طبعا باستثناء أنه شادر فأنا أخذ الهدروجين من الحموض مع الهدروجين من الأساس وأدمجهم مع بعض فرح يعطيني ماء وأخذ ما تبقى من الحموض بعد حذف الهدروجين منه مع ما تبقى من الأساس بعد حذف الهدروجين منه فرح يعطيني ملح تمام؟ ومشان تتضح الأمور أكثر خلونا نأخذ بعض الأمثلة أكتبوا أمثلة إذن أعطاك أحد أنواع المعايرة ولتكن معايرة حمض كلور الماء بهدروكسيد البوتاسيوم وطلب منك أكتب المعادلة الجزائية لهذه المعايرة طبعا جاب هذا السؤال الدورة الماضية دورة 2020 مثل ما ذكرت لكم قبل قليل أمثل ما طلب منك كتابة المعادلة الجزائية مباشرة أتجه إلى هذه القاعدة حمض مع أساس يعطي ملح زائد ماء طبعا أنا الآن أفترض أنكم حافظين جميع صيغ الحموض والأسس القوية والضعيفة التي ذكرتها بالتفصيل بالفيديو الثاني من بحث الحموض والأسس لأنه بصراحة ما كنتوا حافظين هي الصيغ مهما بسطت لكم الأمور ومهما أعطيتكم من قواعد للأسف ما راح تعرف تكتبوا لا المعادلة الجزائية ولا الإيونية ولا راح تفهموا الكيمية التحليلية كاملة تمام؟ طيب خلونا نرجع لسؤالنا إذن عطانا معايرة حمض كلور الماء بهدروكسيد البوتاسيوم وطلب منك كتابة المعادلة الجزائية أول خطوة أكتب صيغة الحمض اللي هو حمض كلور الماء زاد صيغة الأساس اللي هو هدروكسيد البوتاسيوم كي أو أتش طبعا ذكرت لكم في الجزء النظري بأنه جميع التفاعلات في المعايرة تامة يعني راح تكون بسهم واحد طيب الآن أنا كيف أكمل هذه المعادلة؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل نأخذ الهدروكسيد من الحمض مع الهدروكسيد من الأساس لتكوين الماء وأخذ ما تبقى من الحمض بعد حثف الهدروكسيد منه مع ما تبقى من الأساس بعد حثف الهدروكسيد منه لتكوين الملح ولكن انتبهوا مو تكتبوا CLK لا الجزء الأساسي اللي هو الك يتحد مع الجزء الحمضي في مكان الهيدروجين المحذوف شايفين بما أن الهيدروجين يقع على يسار السيل وبالتالي أنا أضع الجزء الأساسي اللي هو الك في مكان هذا الهيدروجين المحذوف وبالتالي رح نحصل على ملح صيغة KCL شايفين حمض زائد أساس أعطاني ملح زائد ماء الملح الناتج عن هذه المعايرة هو كلوريد البوتاسيوم بالإضافة إلى الماء اللي هو H2O هي بكل سهولة كتابة المعادلة الجزائية مثل ما شايفين الموضوع السهل جدا وبرأيي هذا السؤال هو السؤال المساعد للطالب في الامتحام طيب الآن خلونا نأخذ مثال آخر مشان تفهموا الموضوع بشكل أفضل أعطاك معايرة هيدروكسيد الأمونيوم بحمض الآزوت وأيضا طلب منك كتابة المعادلة الجزائية لهذه المعايرة نفس القاعدة حمض زائد أساس يعطي ملح زائد ماء طبعا إذا ملاحظين في هذه الحالة أنا عندي معايرة أساس بحمض هيدروكسيد الأمونيوم هو أساس فأنا عندي معايرة أساس بحمض عكس الحالة الأولى الحالة الأولى عندي معايرة حمض بأساس ما فيه أي مشكلة أستخدم نفس القاعدة يعني إن حطيت حمض زاد أساس أو أساس زاد حمض ما فيه أي مشكلة المهم أنه الناتج يكون صحيح طيب الآن صيغة هدروكسيد الأمونيوم أنا أعرفها هي NH4OH زاد صيغة حمض الأزوت HNO3 تفاعلتان كيف نكمل هذه المعادلة مثل ما ذكرنا نأخذ الهدروجين من الحمض مع الهدروكسيد من الأساس لتكوين الماء ونأخذ ما تبقى من الحمض بعد حتف الهدروجين منه مع ما تبقى من الأساس بعد حتف الهدروكسيد منه وكما قلنا قبل قليل الجزء الأساسي يتحد مع الجزء الحمضي في مكان الهدروجين المحذوف وبالتالي راح أحصل على ملح صيغة NH4NO3 وبالتالي نقول الملح الناتج عن هذه المعايرة هو نترات الأمونيوم بالإضافة إلى الماء إذن هي بكل سهولة كتابة المعادلة الجزئية لهذه المعايرة ومشان تتمكنوا للموضوع بشكل جيد خلونا نأخذ مثال آخر إذن أعطاك أحد أنواع المعايرة ولتكون معايرة حمض النمل بهدروكسيد الصوديوم وأيضا طلب منك كتابة المعادلة الجزئية لهذه المعايرة نفس القاعدة حمض زاد أساس يعطي ملح زاد ماء صيغة حمض النمل هي HCOOH زاد صيغة الأساس اللي هو هدروكسيد الصوديوم NAOH تفاعل تام نكمل المعادلة مثل ما ذكرنا نأخذ الهدروجين من الحمض مع الهدروجيد من الأساس لتكوين الماء ولكن إذا ملاحظين في هذه الحالة حمض النمل عنده ذرتين هدروجين أوله في هدروجين وآخره في هدروجين طيب الآن أنا أي هدروجين أخذ أي وذكرت لكم في بحث الحموض والأسس بأن الهدروجين الذي يعبر عن الوظيفة الحمضية في جميع الحموض هو أول هدروجين إلا في حالة حمضية الخل والنمل فإن الهدروجين الذي يعبر عن الوظيفة الحمضية هو آخر هدروجين وليس أول هدروجين تمام وبالتالي يتحد هذا الهدروجين مع الهدروكسيد لتكوين الماء وأخذ ما تبقى من الحمض بعد حثف الهيدروجين منه مع ما تبقى من الأساس بعد حثف الهيدروكسيد منه لتكوين الملح وكما قلنا قبل قليل الجزء الأساسي اللي هو الصوديوم يتحد مع الجزء الحمضي في مكان الهيدروجين المحذوف وبالتالي نحصل على ملح صيغة H-C-O-O-N-A فنقول الملح الناتج عن هذه المعايرة هو نملات الصوديوم بالإضافة إلى الماء H-C-O-O-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A كتابة المعادلة الجزائية ما راح يطلبها منك بشكل واضح وصريح يعني ما راح يعطيك احد انواع المعايرة ويقول اكتب المعادلة الجزائية لا في اغلب المسائل لما يطلب المعادلة الجزائية يستخدم صيغة اخرى فيقول اكتب معادلة للتفاعل المعايرة الحاصل فهذه الصيغة معادلة للتفاعل المعايرة الحاصل يقصد بها اكتب المعادلة الجزائية تمام فإن استخدم هذه الصيغة أو أي صيغة أخرى المهمة جاب لك سيرة المعادلة الإيونية فهو يقصد بها المعادلة الجزائية أما المعادلة الإيونية لا راح يجل لك ياهدج يقول أكتب المعادلة الإيونية طيب الآن خلونا ننتقل إلى الحالة التالية كيف نكتب المعادلة الإيونية حقيقة لكتابة هذه المعادلة أيضا عندي قاعدة تقول هذه القاعدة نضع بدل الحمض القوي إيون الهيدرونيوم بينما الحمض الضعيف يبقى كما هو ونضع بدل الأساس القوي إيون الهيدروكسيد والأساس الضعيف يبقى كما هو ماذا يعني هذا الكلام؟ درسنا في بحث الحموض والأسس بأن الحمض نوعا عندي حمض قوي وحمض ضعيف ويتميز الحمض القوي عن الحمض الضعيف بأن الحمض القوي تأيونه تام أي عندما أضع منه كمية بالماء فإن هذه الكمية جميعها تتأين أي تتفكك إلى إيونات موجبة وإيونات سالبة طبعا كما هو معلوم عندكم الإيون الموجب الناتج عن تأيين الحمض القوي هو إيون الهيدرونيوم وبالتالي عندما أضع كمية من حمض قوي في الماء فإن هذه الكمية جميعها تتحول إلى إيونات الهيدرونيوم وبالتالي توصلنا إلى نتيجة هامة جداً ذكرت لكم في بحث الحموض والأسس بأن الحمض القوي يتميز بأن تركيز الهيدرونيوم فيه مساوي لتركيز الحمض لهذا السبب نقول نضع بدل الحمض القوي إيون الهيدرونيوم أما الحمض الضعيف لا فيتميز الحمض الضعيف بأن تأينه جزئي تأينه ضعيف جداً أي عندما أضع منه كمية بالماء فإن جزء قليل فقط منه يتأين أن يتفكك إلى أيونات موجبة وإيونات سالبة أما القسم الأكبر فيبقى حمض كما هو يعني نستطيع أن نقول أنه لم يتأين بقي الحمض كما هو لهذا السبب نقول الحمض الضعيف يبقى كما هو ونفس الكلام ينطبق على الأسس يعني باختصار طلب منك كتابة المعادلة الإيونية أن أنظر إلى الحمض فإن كان الحمض قوي أضع عوضاً عنه إيون الهيدرونيوم بينما إن كان الحمض ضعيف يبقى كما هو ونظر إلى الأساس فإن كان الأساس قوي أضع عوضاً عنه إيون الهيدروكسيد بينما إن كان الأساس ضعيف يبقى كما هو هي هي كتابة المعادلة الإيونية وبكل سهولة وبالمثال يتضح المقال خلونا نأخذ نفس الأمثلة السابقة رح نعيد كتابة المعادلة ولكن بالشكل الإيوني يعني عطاك معايرة حمض كلورا الماء بهيدروكسيد البوتاسيوم وطلب منك كتابة المعادلة الإيونية لهذه المعايرة ركز معي حمض كلورا الماء هو حمض قوي ولا ضعيف؟ هو حمض قوي والقاعدة تقول نضع بدل الحمض القوي إيون الهيدرونيوم زاد هيدروكسيد البوتاسيوم هو أساس قوي ولا ضعيف؟ هو أساس قوي والقاعدة تقول نضع بدل الأساس القوي إيون الهيدرونيوم طبعا تفاعل تام وكما هو معلوم عندكم إذا اتحد إيون الهيدرونيوم مع إيون الهيدرونيوم راح يعطيني جزئتي ماء هي المعادلة الإيونية وبكل بساطة شايفين موضوع سهل جدا خلونا ننتقل إلى الحالة الثانية عطاك معايرة هيدروكسيد الأمونيوم بحمض الآزوت وأيضا طلب منك كتابة المعادلة الإيونية لهذه المعايرة ركزوا معي هيدروكسيد الأمونيوم هو أساس قوي ولا ضعيف؟ أنا أعرف من بحث الحموض والأسس هيدروكسيد الأمونيوم هو أساس ضعيف والقاعدة تقول الأساس الضعيف يبقى كما هو لذلك أنزل الصيغة كما هي إن أطش أربعة أو أطش زائد حمض الآزوت هو حمض قوي ولا ضعيف؟ هو حمض قوي والقاعدة تقول نضع بدل الحمض القوي إيون الهيدرونيوم طبعا تفاعل تام طيب الآن كيف أكمل هذه المعادلة؟ ربما طالب يقول أستاذ رح يتحد الأمونيوم اللي هو الـ NH4 مع الهيدرونيوم ويبقى الأو أتش حرا طليقا طالب آخر يقول لا أستاذ رح يتحد الهيدروكسيد اللي هو الأو أتش مع الهيدرونيوم ويبقى الأمونيوم الـ NH4 حرا طليقا وللتخلص من هذه المتاهات أكتبوا هي الملاحظة الهامة جدا لإكمال أي معادلة من المعادلات الإيونية في بحث المعايرة رح يطلع معاك أحد الشكلين التاليين إما إيون الهيدروجين زائد إيون الهيدروكسيد ورح يعطيني جزيء ماء أو إيون الهيدرونيوم مع إيون الهيدروكسيد ورح يعطيني جزيئتي ماء دوما وأبدا ما طلب منك كتابة المعادلة الإيونية أبحث عن أحد هذين الشكلين إما إيون الهيدروجين مع إيون الهيدروكسيد ورح يعطيني جزيء ماء أو إيون الهيدرونيوم مع إيون الهيدروكسيد ورح يعطيني جزيئتي ماء طبعا إذا ملاحظين الهيدروكسيد موجود في كلتا الحالتين فمتى ما وجدت أحد هذين الشكلين مباشرة أكمل المعادلة وأترك ما تبقى كما هو طبعا إذا ملاحظين المثال الأول هو من هذا الشكل إيون الهيدرونيوم مع إيون الهيدروكسيد وعطاني جزيئتي ماء وكذلك الأمر بالنسبة للمثال الثاني أيضا من هذا الشكل وبالتالي أقول يتحد إيون الهيدرونيوم مع إيون الهيدروكسيد فيعطيني جزيئتي ماء بينما يبقى إيون الأمونيوم حرا طليقا إن أطش أربعة موجب إذن هي هي المعادلة الإيونية لمعايرة هيدروكسيد الأمونيوم بحمض الآزوت خلونا نأخذ الحالة الأخيرة اللي هي معايرة حمض النمل بهيدروكسيد الصوديوم طلب منك كتابة المعادلة الإيونية بهذه المعايرة أتوقع الموضوع صار سهل بالنسبة لكم طيب حمض النمل هو حمل قوي ولا ضعيف هو حمل ضعيف والقاعدة تقول الحمض الضعيف يبقى كما هو لذلك أكتب H-C-O-O-H كتبت نفس صيغة حمض النمل زاد هيدروكسيد الصوديوم هو أساس قوي ولا ضعيف هو أساس قوي والقاعدة تقول نضع بدل الأساس القوي إيون الهيدروكسيد تفاعل تام كيف أكمل هذه المعادلة كما هو واضح بالنسبة لكم هي المعادلة من الشكل الأول شايفين إيون الهيدروكسيد رح يتحد مع إيون الهيدروجين فيعطيني جزيء ماء بينما يبقى إيون النملات حر طليقا إذن هاي بالنسبة لكتابة معادلة المعايرة بقسميها الجزيئية والإيونية مثل المشايفين سؤال سهل جدا ولكن قبل أن أختم الدرس حقيقة في عندي نوع من أنواع المعادلات عم يعمل مشاكل للطلاب بالامتحان والسبب في ذلك إذا لاحظت عند كتابة جميع المعادلات الجزيئية في الأمثلة السابقة أنا ما احتجت إلى موازنة المعادلة كانت موازنة خالصة ولكن أحيانا في بعض الحالات يجيب لك بالامتحان معايرة يكون أحد محلوليها حمض الكبريت وحمض الكبريت كما هو معلوم عندكم هو حمض قوي ثناء الوظيفة لأنه يمتلك ذرتين هيدروجين وبالتالي في هذه الحالة عند كتابة المعادلة الجزيئية تحتاج إلى موازنة فهي الموازنة عم تعمل مشاكل للطلاب لذلك أنا جمعت لكم كل المعادلات اللي يكون فيها حمض الكبريت أحد المواد المتفاعلة بالمناسبة هي عبارة عن ثلاث معادلات فقط في بحث المعايرة لذلك راح نكتب هيئة المعادلات الثلاثة ونتعلم كيفية موازنة هيئة المعادلات بطريقة سهلة ومبسطة غير الطريقة التقليدية اللي تعلمنا في السنوات السابقة إذن اكتبوا معي إما أن يعطيك معايرة حمض الكبريت بهدروكسيد البوتاسيو أو معايرة حمض الكبريت بهدروكسيد الصوديوم أو معايرة هدروكسيد الأمونيوم بحمض الكبريت إذن هاي جميع معادلات حمض الكبريت في بحث المعايرة نبدأ بالحالة الأولى عطاك معايرة حمض الكبريت بهدروكسيد البوتاسيوم أو العكس يعني معايرة هدروكسيد البوتاسيوم بحمض الكبريت وطلب منك كتابة المعادلة الجزائية لهذه المعايرة مثل ما اتفقنا حمض مع أساس يعطي ملح زائد ما صيغة حمض الكبريت هي أتش 2SO4 زائد هدروكسيد البوتاسيوم كي أو أتش تفاعل تام نأخذ الهدروجين من الحمض مع الهدروجيد من الأساس لتكوين الماء ونأخذ ما تبقى من الحمض بعد حثف الهدروجين منه مع ما تبقى من الأساس بعد حثف الهدروجيد منه لتكوين الملح ومثل ما ذكرنا قبل قليل الجزء الأساسي اللي هو الكي يتحد مع الجزء الحمضي في مكان الهدروجين المحذوف فنحصل على ملح صيغته KSO4 هذه بالنسبة إلى إكمال المعادلة ما فيها أي إشكالية ولكن حقيقة الإشكالية في موازنة هي المعادلة لوجود حمض الكبريت ومثل ما ذكرنا قبل قليل لموازنة هي المعادلة أنا عندي طريقتين الطريقة الأولى هي الطريقة التقليدية اللي تعلمناه في السنوات السابقة ورح أشرحها بشكل سريع بعدين نرجع للطريقة المباشرة اللي هي الأسهل والأسرع نبدأ بالطريقة الأولى اللي هي التقليدية تعلمنا في السنوات السابقة بموازنة هي المعادلة أنا عندي أربع خطوات أول خطوة مباشرة أتجه إلى الملح بعد السهم وأطبق قاعدة تكافؤة الأول بالثاني وتكافؤة الثاني بالأول تكافؤة البوتاسيوم محادي والواحد لا يكتب وتكافؤة الكبريتات ثنائي أكتب بجانب البوتاسيوم هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية تقول نوازن المعادن اللي هي البوتاسيوم أو الصوديوم أو الكاليسيوم إلى آخر طبعا إذا ملاحظين أنا عندي بهي المعادلة البوتاسيوم كيه فقبل السهم عندي ذرة واحدة وبعد السهم عندي ذرتين لذلك أضرب هاي باثنين هاي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة تقول نوازن ذرات الهيدروجين فقبل السهم هون عندي ذرتين هيدروجين وهون أيضا عندي ذرتين ليش؟ لأن العدد إذا كان على يسار المركب فهو تابع لي كل عنصر بالمركب وبالتالي هون أنا عندي اثنين كيه واثنين أو واثنين أطش تمام؟ إذن ذرتين هيدروجين هون وهون ذرتين أربعة وبعد السهم هون عندي ذرتين لذلك أضرب هاي باثنين هاي الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة تقول نوازن ذرات الأكسجين فأنا قبل السهم عندي أربع ذرات أكسجين وهون ذرتين لأنه مثل ما ذكرنا هاي اثنين تابعة لكل عنصر بالمركب يعني هون ذرتين هون أربعة ستة وبعد السهم هون عندي أربعة وهون اثنين أيضا ستة وبالتالي أقول المعادلة موازنة هاي بالنسبة للطريقة التقليدية ولكن أعرف لسان حالكم يقول نحن أستاذ بالامتحان مفاضين غير لها الشغلة تعوازن هيدروجين وأكسجين وبادل بين التكافؤات لذلك برأيي والأفضل أنكم تنتقلوا إلى الطريقة المباشرة والتي تسمى بطريقة الخارج داخل خارج سمعين بها الطريقة؟ طريقة الخارج داخل خارج؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ تقول هاي الطريقة أول شغلة خلونا نرجع المعادلة على أصلها مشان نعيد موازنتها بالطريقة المباشرة والتي تسمى بطريقة الخارج داخل خارج تقول هاي الطريقة أنا عندي بهي المعادلة أربع مواد مادتين متفاعلتين ومادتين ناتجتين فأنا أستثني من هذه المواد الأربعة حمضة الكبريت اللي هو سبب المشاكل فيبقى عندي ثلاث مواد اللي هن الأساس والملح والماء فأنا أضرب كل مادة من هذه المواد الثلاثة بالعدد اثنين ولكن أضرب أول مادة اللي هي الأساس من الخارج وثاني مادة اللي هي الملح أضربها من الداخل وثالث مادة اللي هي الماء نضربها من الخارج تابعوا معي إذن نضرب الأساس باثنين من الخارج والملح باثنين من الداخل والماء باثنين من الخارج شايفين وازنت المعادلة بطريقة سهلة ومبسطة وسريعة وما في داعي تدخلوا حالكم متاهات الهيدروجين والأكسجين ومن هذا الكلام طبعا هذه الطريقة مطبقوعة لكل المعادلات بالكيمياء لا هي خاصة بمعادلات حمض الكبريت في بحث المعايرة طيب خلونا ننتقل إلى المثال الثاني عطاك معايرة حمض الكبريت بهيدروكسيد الصوديوم أو العكس يعني عطاك معايرة هيدروكسيد الصوديوم بحمض الكبريت وأيضا طلب منك كتابة المعادلة اليزيئية لهذه المعايرة أيضا أول خطوة نكتب المعادلة صيغة حمض الكبريت H2SO4 زاد هيدروكسيد الصوديوم NaOH تفاعل تام أيضا نأخذ الهيدروجين من الحمض مع الهيدروكسيد من الأساس لتكوين الماء ونأخذ ما تبقى من الحمض بعد حثف الهيدروجين منه مع ما تبقى من الأساس بعد حثف الهيدروكسيد منه فينتج معي ملح صيغة NaSO4 هذه بالنسبة إلى إكمال المعادلة أما الموازنة مثل ما ذكرنا من خلال الطريقة المباشرة فنضرب الأساس ب2 من الخارج والملح ب2 من الداخل والماء ب2 من الخارج هيك تكون توازنة المعادلة وبكل سهولة أخيرا أعطاك معايرة هيدروكسيد الأمونيوم بحمض الكبريت وأيضا طلب منك كتابة المعادلة الجزائية لهذه المعادلة أول خطوة نكتب المعادلة صيغة هيدروكسيد الأمونيوم NH4OH زاد حمض الكبريت H2SO4 تفاعل تام وأيضا نأخذ الهيدروكسيد من الحمض مع الهيدروكسيد من الأساس لتكوين الماء ونأخذ ما تبقى من الحمض بعد حذف الهيدروكسيد منه مع ما تبقى من الأساس بعد حذف الهيدروكسيد منه لتكوين الملح فينتج معي ملح صيغته NH4SO4 هاي بالنسبة إلى إكمال المعادلة أما الموازنة مثل ما ذكرنا من خلال الطريقة المباشرة طبعا الحافظ هي الطريقة حفظ مو فهمانها راح يستثني الأساس ويضرب كل من الحمض والملح والماء باثنين وهذا خطأ كبير ليش؟ لأنه مثل ما ذكرنا قبل قليل نحن نستثني حمض الكبريتة اللي هو سبب المشاكل فنضرب كل من الأساس والملح والماء باثنين فنضرب الأساس باثنين من الخارج والملح باثنين من الداخل ولكن في هاي الحالة بدي حط الأمونيوم بين قوسين ليش؟ لأن اثنين تابعة للنيتروجين والهيدروجين ونضرب الماء باثنين من الخارج وهيك تكون توازنة المعادلة وبكل سهولة إذن هاي طريقة موازنة جميع المعادلات الجزائية لحمض الكبريت في بحث المعايرة مثل ما شايفين الموضوع سهل جدا أما بالنسبة للمعادلة الإيونية لحمض الكبريت فالموضوع أسهل من ذلك بكثير ليش؟ لأن قواعد كتابة المعادلة الإيونية ثابتة ولا تتأثر بعدد الوظائف الحمضية ولا الأساسية يعني أنا أنظر إلى الحمض فإن كان قوي أضع عوضا عنه إيون هيدرونيوم واحد مهما كان هذا الحمض القوي أحاد الوظيفة ولثناء الوظيفة وإن كان ضعيف يبقى كما هو وأنظر إلى الأساس فإن كان قوي أضع عوضا عنه إيون هيدروكسيد واحد مهما كان هذا الأساس القوي أحاد الوظيفة ولثناء الوظيفة بينما إن كان الأساس ضعيف فيبقى كما هو ومشان تتضح الصورة خلونا نعيد كتابة المعادلة الأولى فقط بالشكل الإيوني يعني أعطاك معايرة حمض الكبريت بهيدروكسيد البوتاسيوم وطلب منك أكتب المعادلة الإيونية لهذه المعايرة تابعوا ما حمض الكبريت هو حمض قوي ولا ضعيف هو حمض قوي والقاعدة تقول نضع بدل الحمض القوي إيون الهيدرونيوم شايفين حطيت إيون هيدرونيوم واحد مع أن حمض الكبريت تنائي الوظيفة زاد هيدروكسيد البوتاسيوم هو أساس قوي ولا ضعيف أساس قوي والقاعدة تقول نضع بدل الأساس القوي إيون الهيدرونيوم طبعا تفاعل تام ومثل ما ذكرنا قبل قليل إذا اتحدى الهيدرونيوم مع الهيدرونيوم رح يعطيني جزئتي ماء وقس على ما تبقى يعني ما راح نحل باقي الأمثلة لأنه راح يطلع معنا نفس النتاج اللي طلعت معنا بالأمثلة السابقة هذا كل ما يتعلق بالنسبة للسؤال الأول اللي ممكن يجيك في مسألة المعايرة اللي هو كتابة معادلة المعايرة مثل مملاحظين تناولنا هذا السؤال من كل الجوانب السهلة منها والصعبة بحيث تضمنوا بإذن الله تعالى العلامة الكاملة لهذا السؤال بالامتحان بقي عندي سؤالين راح ناقشهم في الدرس التالي بإذن الله تعالى لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته